طيب خلينا نروح للكورة النهاردة كان فيه قاعدة أو اجتماع ما بين الكابتن حسام حسن مدير الفني المنتخبنا الوطني وربطة الأندية المحترفة ويعني كان فيه طلبات للكابتن حسام حسن طلبها من ربطة الأندية المحترفة عشان تتنفس خلال الفترة القضية بعض المقترحات اللي الكابتن حسام أو الطلبات اللي الكابتن حسام عايزها عشان الفترة القادمة ومنها هقول حاجة إيجابية جداً النهاردة في حاجات أنا مع كابتن حسام فيها وفي حاجات يعني مختلف في وجهات النظر مع كابتن حسام هقول لكم عليها برضو أول حاجة كابتن حسام طلب بزيادة عدد الجماهير في المطشاط بطولات المحلية ودي حاجة إيجابية جداً جداً احنا بنطالب بكده من زمان وكابتن حسام انتوا عارفين يعني عارف ان الجماهير هي أصل الكورة وأصل الرياضة طول ما فيه جماهير في الملعب وبكسافة بأعداد كبيرة دي بتزود من مستوى اللعيبة وبتخلي اللعيب مركز أكتر وبتخلي اللعيب يطلع أكتر حاجة عنده وبالتالي بينعكس على المستوى وبيبقى الدوري أقوى والبطولات المحلية أقوى فدي طبعاً احنا بنحي عليها كابتن حسام حسن وإحنا طالبنا بيها بشكل كبير وفعلاً لسه من لحظات الربطة الأندية مطلعة بيان من شوية أو خبر زيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع في المباراة حسب طبعاً ساعة الاستداد يعني فيه استداد بتقدر تاخد 20 وفيه يعني حسب ساعة الاستداد فهو تتوجه ربطة الأندية بكل الشكر والتقدير لجميع مؤسسات الدولة الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية طلب ربطة الأندية بزيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع في الدوري العام ونهائي كاسر ربطة موسم 20-23-2024 وذلك طبقاً للساعة الاستيعابية لكل استداد حاجة رائعة وكان طلب كلنا عايزينه وكابتن حسام قدري حقولنا مش هقول إيه في 12 ساعة أنه كان الاجتماع النهاردة واستجابت على طول ربطة الأندية أعتقد أنه كان فيه تنصيق مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية لزيادة عدد الجماهير وعشان نرجع كورتنا الحلوة وقوة منتخباتنا وقوة مسابقاتنا أنا اتكلمت في النقطة دي الفترة فهنات لازم انتظام المسابقة ولازم جماهير ولازم الملاعب تبقى كويسة ولازم المسابقة تبقى ماشية بشكل منظم والجدول عارفينها حاجات كتير مش عايز عيد تاني لأنك كلمت في الكلام ده الحاجة التانية اللي طلبها كابتن حسام حسن من اتحاد الكورة أو من ربطة الأندية النهاردة من ربطة الأندية وهو تأجيل الأسبوع الستاشر من بطولة الدولي اللي هو مفروض هيبدأ يوم خمستاشر مارس خلي بالكو احنا عندنا معسكر المنتخب مفروض أجندة دولية من تمنتاشر مارس لستة وعشرين مارس فكابتن حسام عايز ياخد المنتخب بدري شوية من يوم اتناشر فعايز يأجل الأسبوع الستاشر اللي هو مفروض حيتلعب يوم خمستاشر مارس فطبعا احنا عايزين كابتن حسام ياخد وقته مع المنتخب إن ده أول معسكر بالنسباله وعايزينه يعني اللعبة تنساجم معاه وطبعا ياخد وقت كبير في المعسكر بس طبعا في حاجة بقى أنا مختلف مع كابتن حسام فيه اللي أنا مش عايز الدوري بقى احنا بنصدق نلعب مانشاط في الدوري احنا كده كده فيه أجندة دولية من ستاشر أو تمنتاشر مارس لستة وعشرين يعني فيه حوالي عشر تيام الدوري حيتوقف فيهم فلو لغينا أسبوع الأسبوع الستاشر أو أجلناه ماهو كده بتأثر على انتظام المسابقة وكابتن حسام حسن على فكرة من نوعية المدربين أو هو الراجل طالب إن المسابقة الدوري تبقى منتظمة يعني حتى شفناه في المؤتمر الصحفي لتقديمه يعني المؤتمر الصحفي اللي اتعامل اليوم الخميس عشان تقديم الكابتن حسام حسن والإعلان عن توليه كمنصب مدير الفني المنتخب مصر الراجل طالب بانتظام المسابقة وإحنا مع الكابتن حسام وإحنا من غير كابتن حسام بنقول عايزين المسابقة تنتظم ومش عايزين تأجيلات كتير فكابتن حسام احنا برضو عايزينه يعني المعسكر الأول ياخد راحته مع اللعيبة وكل حاجة بس طبعا مش على حساب مسابقة الدوري اللي احنا كمان خلي بالكو احنا النهاردة كم؟ احنا النهاردة 17 فبراير احنا لغاية دلوقتي ملعبناش غير 12 أسبوع من الدوري المصري وحنخلص الدور الأول في أول إبريل فلو أجلنا أسابيع تانية دي هتبقى على حساب مدة الدوري يعني ممكن الدوري يطول بقى لغاية شهر تمانية فمش عايزين تأجيلات وعايزين الدوري يمشي منتظم فأنا يعني برضو محتار آه عايزين كابتن حسام حسن طبعا ياخد وقته في المنتخب والمعسكر يبقى كبير شوية عشان يبدأ بقى اللعبة تنسجم معاه ويوصل لهم فكره وهو عايز يعمل إيه الفترة الجاية وياخد وقت كبير ولكن مش على حساب الدوري احنا عايزين الدوري برضو يشتغل لأن فيه تأجيلات كتيرة جدا فيه فرقة زي الأهلي لغاية دلوقتي ما لعبتش اتعادلوا مبرح مع شباب الوزداد الجزائري وعندهم مطش في غانا يوم 23 مع مدياما الغاني مش حيلعبوا غير يوم 27 مع بيرامنز في الدوري أول مطش للأهلي من 3 شهور فمش عايزين أجل الدوري يعني أكيد كابتن حسين برضو بيفكر إن هو عايز مصلحة المنتخب وعايز مصلحة المنتخب من خلال الدوري كمان مش عايزين الدوري يتأجل فموضوع تأجيل الأسبوع 16 دا حيبقى مشكلة برضو في التأجيل الدوري ومشكلة في طول مدة الدوري وانتهاءه فأتمنى أن هي دي يعني يشوفوا حل ليها لكن عايزين الدوري ينتظم شوي عشان المطشات تلاعب وعشان المستوى يرتقي وعشان يبقى فيه انتظام في مسابقة الدوري لحنا كده كده توقفنا شهرين اللي هي الفترة بتاعت بطولة أفريقيا بتاعت المنتخب وتوقفنا قبل كده في عفكاس العالم الأنديي عشان الأهلي وتوقفنا قبل كده في بطولة السوبر دوري السوبر الأفريقي عشان الأهلي والأهلي أقل فريق لاعب 6 مطشات وفي فريق دلوقتي لعبة 12 مطش ما فيش تكافق فرص يا جماعة عايزين الدنيا تمشي في كل الاتجاهات يعني مش عايزين يبقى بنصلح في حتة نبوص حتة فاهمين قصدي عايزين يبقى المسابقة بتنتظم معسكر المنتخب يبقى مناسب لكابتل حسام حسن شنقدر يشتغل وطبعا يعني عزره طبعا الرجل عايز يشتغل وعنده حاجات كتير عايز يقدمها للمنتخب وعايز يحط سيستم وعايز 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 بس برضو اهم حاجة برضو بالنسبة للانتظام الدوري وكمان كان فيه من شوية بيان برضو ربطة الاندية قالت ان الهدف من الحاجات اللي ستحصل التغييرات اللي بتحصل الفترة دي ان الوصول الى كاس العالم وصول مصري الى كاس العالم 2026 دي صورة النهاردة لجهاز الفاني المنتخب مصر في اجتماعه مع ربطة الاندية المحترفة زمانتوا شايفين وخلال 48 ساعة ربطة الاندية وكابتن عامر حسين مدير لجنة المسابقات هيعلن عن كل المواعيد وكل التعديلات اللي هتحصل في جدول الدوري خلال الفترة القادمة ان شاء الله بالتوفيق والدنيا تمشي بشكل كويس بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر